السلام عليكم يا داكاترا ازايكم سنة اولى انا النهاردة بكمل معاكو محاضرات الميديكال ترمينولوجي وانا دلواتي وصلت معاكم للمحطة الاخيرة اخر محاضرة وهي اخر محاضرة في الصوفيكس وهي اخر محاضرة ليا كمان معاكو يعني احنا دلواتي المحاضرة النهاردة لزيزة يعني سهلة مفهاش حاجة تمام اول حاجة بناخد الصوفيكس اللي هي بتعود على الصفة او الاسم ازاي يعني يعني زي ما قلت لكم وانا بشرح لكم قبل كده هديكم سهلة عشان تفهموا وانا قصد ايه لما قلت لكم قبل كده الكلمة اللي بتنتهي باي سي او اي سي او اي سي او 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 اس او تي اي سي معناها بريترينينجيتو يعني تعود على زي لما كنا بنتكلم على اليوترس وقلنا يترين تمام انه بيعود على الرحم يعني زوده كلمة اين هنا في اليوترس خلاص طيب مثلا فراسك ثراسك جاية من كلمة من ثوركس خلاص ثوركس اللي هو الصدر او الكفص الصدري خلاص فلما اقول لك ثراسك معناها صدري ترجع الى الثوركس كاردياك قلبي لها علاقة بالهارت بالقلب سباينال شوكي لها علاقة بالسباين بالحبل الشوكي او بالعمود الفقري جولوميريولار اللي في الاخر لها علاقة بالجولوميريولاس خلاص اللي هي الكيدني اللي هي الفانكشن اليونت بتاعت الكيدني ساليفري اللي هي علاقة بالسلايفة السلايفة اللي هو اللعاب فساليفري يبقى لعابي سيرجيكل جراحي لها علاقة بالسيرجري بالعملية الجراحية كيوتينيس ياس اللي في الاخر دي كلمة كيوتين داروت يعود على الاسكن لما اقول كيوتينيس معناها جلدي براليتك برالي دا يعود الى البراليس الشلل فلما اضيف له تك يبقى براليتك كأنه شللي خلاص فزي ما شفتوا الحروف اللي بتيجي في الاخر دي بتعود يعني حاجة وصفية للكلمة او حاجة اسمية للاسم بتاعنا دا زي لما اقول كاردياك تفقنا كارد دي روت معناها هارت يك يبقى قلبي كاردياك يبقى قلبي خلاص طيب أولوجي دي سهلة فانا قبل كده معناها ان هو علم لما تتحط في اخر الكلمة معناها علم او دراسة علم دراسة كذا زي لما اقول درماتولوجي درما دا جلدي سكن أولوجي يبقى علمي بقى دا علم دراسة الجلدي يبقى دا ساينز ذات ستادي السكن ديزيز امراض الجلد طيب اتما حطي است في الاخر معناها سبيشياليسك يعني متخصص في زي ما اقولك كارديولوجيست متخصص في امراض القلب طبيب القلب زي لما اقولك جينيكولوجيست متخصص في امراض الجينيكولوجي او الجينيكولوجيكال ديزيزيز في امراض النسب خلاص يبقى يبقى لما حط است في الاخر معناها الشخص دا متخصص في هذا المجال او من الأمراض طيب بالسافيكسس بتعود الى السمول فيرجن يعني ايه هنقصد ايه بالسمول فيرجن دا يعني مثلا احنا عندنا لو ضفناك كلمة قول في الاخر معناها حاجة صغيرة يعني انا ما اقولك السافيكسس دي معناها ايه المصغر من الكبير بمعنى ايه لو انا جيت قلتلك ارتري ارتري دي معناها شريان اللي هو زي كده مثلا دا شريان الشريان دا ممكن يتفرع الى كذا فرع من الشرايين حطة صغيرة يعني انا عندي شريان رئيسي وبدأ يتفرع الى حطة صغيرة تاني الحطة الصغيرة دي اسمها ايه ارتريول تبقى ارتري شريان ارتريول دا مصغر الشريان اللي تفرع من الشريان الرئيسي ارتريول التفرعات اللي طالعة من قول دي زي O-L-E لفوق ده another suffix برضو زي الفين الفين ده وريد ده برضو فين اهو طب الفين برضو بيتفرع الى تفرعات صغيرة نقول عليها ايه فنيول فنيول معناها وريد صغير فنيولز او ردة صغيرة خلاص طيب لما حط ICLE في الاخر دي معناها برضو سمول او مينوت دقيق زي لما قولك فنتريكل زي لما قول فنتريكل فنتر دي معناها تجويف معناها كافتي تجويف لما قول فنتريكل معناها سمول كافتي زي ايه زي الفنتريكل بتاع الهرد هي عبارة عن اللي هو البطين البطين بتاع القلب هو عبارة ما هو الا سمول كافتي او في بعض الفنتريكلز اللي في البرين اللي هي سمول كافتيز موجودة في البرين طيب في الصف اكسيس بقى لما نقولها معناها ان احنا بينجمع الكلمة معناها ان احنا بينجمع الكلمة kurai a او a e ده بيبقى جمع للاسم اللي ينتهي النون اللي بينتهي بحرف ا زي لما قول لك فرتبرة فرتبرة اللي هي فقرة لما قول لك فرتبري دي فقرات طيب ايه تاني جمع as's اللي في الآخر ودي لما يبقى عندي جملة بتنتهي ب x a a x زي ثوركس القفص الصدري لما جمعها أشيل الـ AX وحضر A-C-E-S فتبقى ثوراسيس أقفاص صدرية إنا أو إنا ده للإسم اللي بينتهي بـ EN زي ليومن ليومن ده تجويف وده تجويف في البطن التجويف في أي مكان لما قولك أبدومنة ليومن أو جاستريك ليومن تجويف في المعدة لما قول ليومنة ده تجويفات هنا أنا جماعت كلمة تجويف تبقى الـ EN اللي هنا حطينا لما كانها لما جمعناها حطينا I-N-E طيب I-C-E-S أو S-E-S ده للكلمة اللي تنتهي بـ X أو I-X الـ A-X خذ بالك حطينا إيه A-C-E-S A-C-E-S ده A-X عندما لما الكلمة تنتهي بـ X أو I-X تبقى I-C-E-S زي Apex Apex دي يعني قمة Apex دي قمة Apex Abendix اللي هي ملحق أو في الطب عندنا اللي هو الزايدة لما قولك Abendices زوائد مش زايدة واحدة خلاص أو زوائد طالعة من الجسم Abendices ES لو أنا عندك كلمة بتنتهي بـ IS بنجمعها نحط مكانها ES زي Diagnosis Diagnosis يعني زي أشخيصات طيب Diagnosis دي تشخيصات يبقى Diagnosis دي تشخيص Diagnosis دي تشخيصات طيب برضو عندنا لو الكلمة انتهت بحرف ال-ON أو ال-U-M لما اجمعها اشلها وحط A زي جانجليون جانجليون يا جماعة عندنا بنسميها عقدة ودي غالب دايما بنقولها في الأعصاب احنا عندنا دايما الخلايا العصبية تمام تنتهي بعقدة في النص كده خلاص عقدة اسمها جانجليون طيب لو أنا عندي كذا خلايا عصبية مع بعض أو كذا تشابك عصبي أو كذا تشابك عصبي مع بعض خلاص يبقى دي بتبقى عقدة أو تشابك عصبي لو عندي كذا تشابك مع بعض وبقت شبكة كده من الأعصاب وفيها كذا جانجليون نسميها ايه جانجليون تجمع كلمة جانجليون طيب زي أوفم أوفم يعني بوايدة واحدة بوايدة واحدة بتخرج من الستات لما أقول أوفة يعني بوايدات يبقى أنا شلت ال-O-M وحطيت مكانها ايه أنا في الجانجليون شلت ال-O-N حطيت مكان هائيه طيب I دي بحطها مكان U-S لما الكلمة تمتهي ب-U-S زي فانجس فانجس تمام أشيل ال-U-S نحظة واحدة شباب نحظة واحدة بس طيب نرجع لموضوعنا زي ايه احنا اتفقنا ان لو كلمة انتهت ب-U-S زي فانجس فانجس يعني فطرة فطرة لو أنا قلت عايزة اجمعها أشيل ال-O-S ال-U-S وحط مكانها I فتبقى فانجي فانجي يعني ايه يعني فطريات الانسان ممكن يصاب بفطرة الفطرة ده بيبقى عبارة عن مايكروب فالانسان ممكن يصاب بفطر فانجس او فطريات مجموعة من الفانجس طيب اي-S للكلمة اللي بتنتهي بحرف ال-Y زي لما قلت deformity deformity يعني تشوه حصل في في جزء معين من الجسم طيب لما قلت deformity يعني تشوهات ماتا ده للحاجة اللي تنتهي بحرف ال-MA لو أنا عايز أجمعه أحط ماتا زي كارسينوما كارسينوما يعني ورم سرطاني واحد لما قلت كارسينو ماتا خلاص يبقى تورمات سرطانية في كذا منطقة طيب اللا إراضي اللي هو بيشمل الجهاز السمبساوي والجهاز اللي هو السمبساوي اللي هو السمبساتيك والبراسمبساتيك سيستم إيه ال-ATB ودي خدتوها في الأحياء لو تفتكروا يا سنة أولى اللي هو ال-ADENOSINE ترايفوسفيت اللي هو وحدة الطاقة في الخلية اسمه إيه؟ ده اختصار ل-ADENOSINE ترايفوسفيت إيه هو ال-BBB ده اختصار عامدنا اسمه Blood Brain Barrier قول Blood Brain Barrier ده يا جماعة إحنا يا جماعة عامدنا باسمنا كله فيه دم خلاص باسمنا كله فيه دم الدم ده بيمشي وبينقل الأدوية وبينقل الغذاء إلى جميع الأعضاء يجي عند ال-Brain مش أي حاجة ممكن تعدي أنا بسمحلك بحاجات معينة تعدي إيه اللي بيسمح بحاجات معينة تعدي وحاجات معينة ما تعديش حاجة اسمها ال-BBB اللي هو Blood Brain Barrier يعني ما تدخلش لل-Brain أي حاجة كده ال-Brain ده عضو حساس ما تدخلوش أي حاجة كده تمام إنما تدمن إلى أي حاجة إلى أي أرجن في الجسم يجي عند ال-Brain يعدي حاجات اللي يسمح بيها ال-Brain مين اللي بيسمح بالكلام ده Blood Brain Barrier طيب كلمة B-B عندنا يعني Blood Breacher ضغط الدم كلمة CNS عندنا يعني Central Nervous System الجهاز العصبي المركزي وال-Central Nervous System ده هو اللي بيتحكم في ال-Autonomic Nervous System L-C-C-L-C-S-F دي اختصار ل-Cerebral Spinal Fluid احنا عارفين ال-Brain تمام بينزل منه النخيع الشوكي أو الحبل الشوكي خلاص والحبل الشوكي أو النخيع الشوكي ده بيبقى فيه سائل السائل ده هو اللي احنا بنسميه Cerebral Spinal Fluid هو ده Cerebral Spinal Fluid أحيانا أنا بقى عايز أخذ عينة من السائل ده لفحص ورم الإنسان فنقول له والله عايزين نعينها من Cerebral Spinal Fluid طيب CVS دي اختصار ل-Cardiovascular System الجهاز القلبي أو الدموي اللي هو القلب والأوعية الدموية ARF ده Acute Reinal Phileal Reinal Phileal يعني فشل كلوي Acute يعني حاد أقول فشل كلوي حاد CRF يعني Reinal Phileal برضو بس مزمن Chronic كلمة Chronic عندنا في الأمراض يعني مزمن إحنا عندنا دايما الأمراض ممكن الأمراض حاد يجي فجأة ويجي بقوة ويجي بقصوة ويجي بشراسة خلاص وعندنا أمراض مزمنة يعني عبال ما بتظهر بتكون قعدة وقت سنوات في جسم الإنسان ثم تظهر بعد ذلك زي إيه؟ زي Chronic Reinal Phileal كم طيب CHF ده Congestive Hard Phileal ده فشل القلب وتضخمه مرض اسمه فشل وتضخم القلب congestive أو محتقن تمام؟ congestive Heart Failure CHD Coronary Heart Disease أمراض القلبية والشرايين زي مثلا تسلبات الشرايين زي تجلطات الشرايين الحاجات دي كلها Coronary Heart Disease طيب GIT ده عندنا معناها Gastrointestinal Tractor اللي هو المعدة الجهاز اللي هو المعدة المعدة والأمعاء اللي منحقة بي ده اسمه الجهاز الهضمي Gastrointestinal Tractor جيرد ده مرض عندنا اسمه Gastro Esophageal Reflex Disease بنقصة إيه بالكلام ده يا جماعة تعرفين المعدة؟ أهي ده المعدة المعدة كانت فوق فيه حاجة اسمه Esophageal نازل عليها اللي هو المريق خلاص فيه هنا صمام يعني محبس عند المعدة من فوق وفيه محبس عند المعدة المعدة بتسلم بعد كده للإنتست خلاص يبقى ال Esophageal هيسلم ال Content بتاعته للمعدة ثم المعدة تسلم ال Content بتاعتها لإيه للإنتست المعدة دي يا جماعة جواها HCL حمض الحمض ده عامل زي مية النار لو أنا عندي أي مشكلة في المحبس اللي فوق أو المحبس اللي تحت الحمض ده بيصرب وبيعمل لي قرح طيب المشكلة الجسر و Esophageal Reflex Disease كلمة Reflex يعني ارتجاع المريق ده معناها مرض ارتجاع المريق خلاص طيب جسر و Esophageal Reflex يعني إيه بقى المفروض أن المحبس المريق بعد منزل مكوناته تحت في المعدة وال HCL اللي طلع عليها عشان ينظمها مثلا لو المحبس اللي هو بين المريق اللي هو Esophageal والإستمك فيه مشكلة محتويات المعدة ترد تاني لفوق بما فيها الحمض والحمض عامل زي مية النار ال Esophageal اللي هو المريق مش مؤهل إن هو يحتمله طيب يحصل مرض اسمه Gastero Esophageal Reflex Disease اللي هو الناس بتبدأ تحس فيه بنار وحرقان عند فم المعدة ويقول لك عندي حموضة Hepatitis C Virus مرض فيروس C Hepatitis يعني التهاب الكبد اللي يسببه فيروس C HIV ده مرض الAIDS واللي هو اختصارها Human Insan Immunodeficiency نقص المناعة فيروس نقص المناعة في الإنسان Human Immunodeficiency كلمة Immun يعني مناعي Deficiency يعني نقص طبعا فيروس عارفين IBD ده اسمه Inflammatory Bowel Disease اللي هو تقرح القولون أو منطقة القولون ومنطقة المعدة IBS ده Irritable Bowel Syndrome خلاص ده تهيج منطقة القولون والمعدة NSAIDS ده اختصار للمسكنات نوع من المسكنات عندنا اسمه Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs Drugs يعني أدوية Inflammatory يعني التهابي Anti يعني ضد خلاص يعني ده أدوية مضادة للالتهابات عشان كده هي أدوية مسكنا طيب و Non-Steroidal Non-Steroidal يعني غير كورتيزوني لأن احنا عندنا المسكنات ومضادات الالتهابات هي نوعين نوع اسمه Esteroidal اللي هو الكورتيزون وأخواته ونوع اسمه Non-Steroidal Non-Steroidal هي المسكنات العادية اللي هي زي البروفين وزي الفولتارين وزي الاسبرين الحاجات دي اسمها ايه Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs كوكس ده اختصار لأنزيم هو اللي بيعمل inflammation وبيعمل الألم في الجسم وللما بنتديله Non-Steroidal Inflammatory Drugs بنمنعه فنقلل الألم فكوكس اختصار لأنزيم اسمه Cyclooxygenase الإنزيم اسمه Cyclooxygenase Enzyme Cyclooxygenase Enzyme ده هو المسؤول انه يعمل inflammation وقلم لما أنا أحب عالج القلم بد Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs وظيفتها ايه تروح توقف عمل Cyclooxygenase Enzyme ده طيب الRBC اللي هي Red Blood Cells كريات الدم الحمراء الWBC دي الWhite Blood Cells كريات الدم البيضاء يدك خلاص كده يا جماعة تمام طيب فاضل بس عايز أقول لكم حاجة وكده كده هنزل لكم إعلان لها أنا كنت أكلمتكم كذا مرة إنه يبقى فيه كوزة هتنتحنوه انتحن الكوزة بتاعكم هيكون لمجموعة السبت هيكون مجموعة السبت يوم 12 12 هيكون لمجموعة الثلاث اللي هي يوم 15 12 هتنتحنو على إيه هتنتحنو على الROOTS كلها ده الامتحان بتاعكم على الROOTS كلها خلاص الكتاب المفروض انه نزل معاكم من الأسبوع ده ومعاكم الكتب خلاص وبالتالي الامتحان بتاعكم يا شباب إن شاء الله هيكون على الROOTS كلها فأكد تاني هنزل امتحان يوم 12 12 لمجموعة يوم السبت وعندنا امتحان يوم 15 12 لمجموعة يوم الثلاث وانا كده هنزل لكم إعلان مكتوب بالكلام ده ان شاء الله أشوفكم يوم السبت مجموعة السبت وأشوفكم يوم الثلاث مجموعة الثلاث ولو حد عنده أي استفسارات حد عنده أي مشكلة هتناقش معاكم فيها وبأكد تاني ان احنا عندنا امتحان يوم 12 12 امتحان يوم 15 12 والامتحان ده يا جماعة درجاته تضاف إلى امتحان آخر السنة فأرجو من الجميع الاهتمام والمذكرة حتى يعني انه نحصل أفضل الدرجات وبنتمنى لكم جميع كل أشكال التوفيق يا شباب شكرا جزيلا واشوفكم على خير بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته